الصحة دائما تنتشر على صفحات الفيسبوك منشورات لطلبات استعجالية لتبرع بدم هو مشكل يواجهه مرضى كثيرون وسط عزوف عديد من الجزائريين على تبرع بدمهم نتابع التفاصيل مع سابرنا بوعبلة وبعدها نعود للنقاج طلبات استعجالية للحصول على تبرعات دم من مختلف الزمر هي منشورات نقرأها يوميا على صفحات الفيسبوك أكبر دليلا على الاحتياجات الغير المسدودة لمراكز التبرع بالدم يقولون لك مريض في المدر فلاني لا يحتاج هذه الكتبات تحصلتون على الفيسبوك والناس يقولون للأطفال أن ترى دونر هم لا يقولون أنه أسهل أن تكتر فوق الفيسبوك لأنه لا يحتاج الدم لك أن تحوز دونر لا يقولونها لا يقولونها لا يقولونها لا يقولونها الأساسياء أن الناس يكونوا عين لأن المراكز تحقي الدم رائم حتى الدم دائما ليل ونهار 365 جهور حاجة الأهم أن يكونوا عندنا القانتية وكالتية وممونا هذا هو الصح ليس قال غدوة عندي 300 شكارة نعم لا نحن نحتاجهم ندورك 14 شكارة غدوة 300 ما عندي ما ندر بهم سحقهم اليوم قليل ما يأتي أشخاص من تلقاء أنفسهم للتبرع بالدم فأغلب التبرعات بمراكز حقن الدم هي تبرعات عائلية جيتنا مدد الدم باش نتبرع لمرتة واحد دولي تحوه ما راح أدير عاملية أنا فلاه ما تيرنيتي وجينا نتبرعوا بالدم باش نعطوا له الدم وباش ربي يجيب لها شفا إن شاء الله مصالح التوليد مصالح الاستعجلات مصالح السرطان ومصالح القسور الكلاوي وغيرها من الأقسام التي يحتاج مرضاها إلى تبرعات دورية بالدم التي قد تحدد مسير حياتهم ونسعد باستضافة البروفيسور محمد سليم نكال رئيس مصلحة مركز الدم ومركز حقن الدم بمستشفى بن يمسو صباحك سعيد أهلا بك معنا برووفيسور صباح الخير طيب قبل النقاش نؤكد أن عملية التبرع بالدم هي إنسانية يحتاج إليها الكثير من الناس في أي وقت من الأوقات لذلك ندعو كل الجزائريين للتبرع بالدم لفائدة كل المرضى الجزائريين بداية هذا النقاش ستكون حول الأشخاص الذين يمكنهم التبرع بالدم والأشخاص الذين يتعدل عليهم التبرع بالدم تفضل شكراً للدعوة ناس كامل بين 18 حتى 65 سنوات نبتل عليهم التبرع بالدم لما كانوا مش مراد ما عندو مش أمراد مزمينة دي مالذي كرونيك و لما ما خدوش دوى كميزا أدوية وكاين ناس يكونوا مينة برعوه في وقت محدد كيكون عندو مينة بريبا بالإعزاب لمرض إنفكتشو ومعدا كي يبرعوا من جمهي تبرعوا بالدم وكاين بعض أمراض وحتو خيري لي يخليهم من ناحيهم كامل هذه أهلا بوضيه لا يمكنهم أن يتبراه فيها لكن بعد ذلك يمكنهم أن يتبراه طبعا عندما يقول عندما يكون مرأة حاملة فهذاك الوقت تحمل الحامل هذاك الوقت شخص يتبراه هذاك الوقت لأنه يأخذ دوار أو مريض لا يجب شيء تبراه وحد يدير العملية لا يجب شيء تبراه كم زاف كما نحن نحن مؤقبات فمؤقبات لا يوجد شيء تبراع في الدم وكان أمراض دائما لا يمكنني خلاص عندهم مرض يتبذي على الأمر في المستشفى وانو مرض خاطئ هذا شيء بين أو هو بدأته أو هو بدأته عنده نقص في الدم لا يوجد شيء تبراه هذا شيء معروف عند الناس يعرفوا يحروا يتبراهم الدم يتبراهم يتجبون في تحاليل حاجة مليحة كان صوف الشاحنات اللي تنقلوا في الكامل جزايا وليس في مراكز تحقين الدب ينجمو يجيوه وهم يبينيفيسي دون كونسلتاشون عند الطبيب بتاع مراكز تحقين الدب وهم ينجمو نديرو لهم بعض التحاليل مثل القوباج السيرولوجي ينجمو نشوفوا لعندهم لانيبي ولا معندهم لانيبي وليس في بعض التحاليل يعرفوا الحالة الصحية تحهم وليس ينجمو يتبرعوا مرحبا يعني البيت وليس هو الهدف إنسان مراو لا pumped ماذا بينا نخلي وايعاوديولي نساو ينجمو وليس ويناراف لفيداليزاثون حب من زيانولوجيhos عند الرجل كل شهور وعند المراكوا يقول عربع شهور ليس بالمكان يعني في مركز تحقين الدم هنا في جزيور في تقايف في كل ولاية الوطن في كل ولاية الوطن مرحبا لازم يكون أنا هدرو عدوك على الوطن ستا دواري ورحل الكلمة التانية يبان جستم تبرع بالدم لازم الإنسان يحسو حاجة حاجة لازم تكون فرد علي لازم حاجة مفرود علي واجب واجب كم الواجب الوطني مفرود نان بسكه إنه دون ولونتر إليانونيما ما يخلص عليه ضرورة إنسانية موحدة نقدم هذا للدوك ما زال ما أخدمه خاصة بالنسبة للي تعرضوا لحواتف المرور للنساء الحوام اللي يحتاجوا الدم لازم يكونوا كم المتواجدين في المستشفيات للضرورة طبعا كان بعض المستشفيات والاحتياجات يكونوا كبار وكانوا أحد أخرين ما يكونوش خاصة بأنه نسبة وفاياة النساء الحوام في الجزائر مرتفعة جدا لنقص الكمية على الكيس الدماء لا هذا حسب إحسائيات لا 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 ما كاش نقص في الدم الحمر باش نجمون نحضروا على هذا شيء ونجميني غالكيس حقو الدم كي تكون حالة استعجالية أنا عندي دوك قريب حدود 30 سنة وانا في مركز تحقق الدم وفي أمراض الدم باشكو شو هيماتولوجيست ما زال ما شفناش إنسان يعني يعني يتوفى بسكو ما صبناش الدم كام بسكو داي ربما على المستوى لكن استقني بروفيسور على مستوى الولايات الوطن هناك ارتفاع حسب الدراسات يعني هناك ارتفاع في نسبة النساء الحوامل يعني لينقصهم دم وميلقوهش في هذا الوقت بالدات هادو حالات يعني بارتكوليخ استثنائية يعني ايه ومشاني استثنائية ستدير ماشي الدم الحمر يكون المشكل للدوك عندنا المشكل في العاصمة هما الفاصائح سي البلاكت البلاكت صح كاي المشكل وعليش بسك اللا پوپولاشون تحال الجزائين كبرت الأدوية اللي تخلي الدم ينقص عند العبد رائمة وفرة باركزن لشيميو تيرابي دوكار كاي الجزائين كمين جمو يماتي لشيميو تيرابي ونعرف الملدي كمالي كانسير يسحقوا بزاف هذا الدم كي ديرهم ربما في البلاكت حاجة نقص هذا هو وش كتحب نحضر يعني أكثر ماذا بنا أو لحق شهر رمضان أو لحق صيف أو لحق صيف لنا هذا ستكون رنجوة كبيرة نخاف ولازم نسي ونوفر قبل رمضان باش الناس تتبرع وفي رمضان الناس لازم تعرف اللي بلي في رمضان ما يحبش المرضى المرضى هما هما اللي يسحقوا الدم فكابل أماكن البلاد لكن يخافوا أنهم يتبرعوا بالدم في رمضان ونك تخوف يعني حاجة قليلة هل يؤثر يعني تبرع بالدم لما يكون الإنسان سائم يعني كين وكين حالات يعني كين ناس اللي كيكونوا صايمين يكونوا يعني نحن نخليهم مور الفطور لكن تعرفوا لأنه لما يجي المتبرع عادة أنكم كين أسئلة وكين إجراءات بالمئة يقوم للمتبرع رح نتخليه مرتاح رح نتسأله وعلى حساب الأجوبة والحالة تتقروا لكن يتبرعوا لا طبع يوجد كيستيونير معروف هذا لنسكيوم حتى ما رحوش خلاص تبرع بدهم تكون عندهم فكرة أنهم رحين يكونوا مرتاحين يكونوا مرتاحين نخدم لهم الاتنسيون ارتريال نشوفهم نقلبهم والناس خلاص دمائة ساعة اللي يستقبلهم يعرفوا ماشي مع واحد ماشي مع زود سنين وما مع الناس كيشوف واحد على بانهم هذا رحي مدو لما يمتش فهذا تقنعوا بالعقل بالعقل الأهم نحن نحن ندروا نداء يعطيكم صح اللي يعطينا اليوم نداء اللي بخدش جوزي باغ المقبلة لانغ هو ستعاشر ماذا وصيب له لاحق ماذا بإن الناس تتقرب كل واحد بإن 18 و60 سنة أو 65 سنة مرحبا ولي عمرو مرحبا يشوف يعرفوا في هذه الموات رمضان الناس اللي يجي تبرح تنقص وتنقص بزاف قلت لي أنكم توجهوا في رمضان المرة تراويح بتاخدوا الدم ليس هناك برنامج تساطرون عنده عشرين سنة رمضان حدثنا أكثر حتى تكون عندهم فكرة لكل الناس عندنا شحينات مشاكل تعبني شحينات قطر الجزائري كامل كل ولاية الوطن يروحوا في رمضان ونحن بروغرام مع الأيمة ومع الوزارة وعندنا النظار بتاعنا نعرفهم كل واحد يخبر المضار بتاعه كل واحد يخبر المسجد بتاعه وعلى بنابلي الجزائريين والجزائريات في شهر رمضان ورمي يكلو بيان ورمي السالة يكونوا متاحين دائق لخدمات مركز تحقي الدم في شهر رمضان يكونوا نديروها في النهار نديروها مر المغرب وخاصة لأنه عقلية الجزائري في النهار لما يكون صايم وما يأكل يكون شوية مقلق وتعبان ما ظنيت أنه راح يتبرع بالدم في النهار نبدا بنيجيونا نديرو نديرو الكامل جزائريين جزائريين ما ينسى شو كون يتبرع أكثر بالدم مقارنة يعني رجال أو النساء شو كون هي الفئة التي تبرع أكثر الناس يتبرع يتبرع أكثر دو كاتهجوري يتبرع أكثر المواليهم نحن 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 عنده مريد عنده صديق وعنده جار وعنده فاميل وعنده زوجتاء وعنده هدوك صح أغلبية رجال بصح المتبرعين يعني كي تخور الشاحن أو رحو dans les sociétés et bien souvent on remarque بليكين les jeunes filles par exemple les étudiants كين طالبات اللي هنا يكونوا قريب متقاربين قريب متقاربين الموالفين يتبرعوا بالدم كل ما واحد يجي يتبرع بالدم يجلب معه زوج زوج ثلاثة يعني كل ما نربحه واحد على بنا الموالفين يتبرعوا الثلاثة طيب العوامل اللي تخلي أنه النسبة على المرأة أكثر من الرجل في أتبرع بالدم ربما لأنه المرأة معروف أنها حنينا أكثر على الراجل تحمل في الناس أو لأنه الراجل بطبع يخاف لأنه الراجل مهما يكون لما يصل لحقنا يخاف منها شفنا كائن وكائن بالطبع كائن وكائن الحاجة الأهم يعني الحاجة الأهم كيكون حاجة مستعجلة كين عيط لهم يجي مهما كان واحد مملي لبس بلوز بلانش يخدم معنا في المستشفى احنا في المركز حقين مقريب كامل مطبعين مهدرناش على تبرع خاص واسمه لسيتا فيرس جي وحد جيت بالرغل بالصفائح كين ماشينا بقل رانشفنا هاله هنا هنشوفوا فيها المباشر هذو البلاكات اللي هدفت بالصفائح هذو المشكل تاعنا مشكل هذو المشكل تاع الجزائر الكامل سي البلاكات في الوقت المناسب بس البلاكات حاجة قليلة و للدليل تحمل خمسية لو تفهمنا في صفائح بلاكات جيدة حاجة موجودة في الدم كين الحمر كين القليل و صفائح الحمراء والبيضاء والبيضاء لا هذو كل القليل والغوج و الكوريات والحمراء والكوريات والبيضاء هاجة عدخورها هذو اللي يخلي والعبد كين جرح يحبس الدم ما يحبس له الدم هذو صفائح كين نقص يولي كين جرح حاجة صغيرة ما يحباش دم هذا خطر و هدو كي مزاف الامراض اللي تخليها سافعية تنقص منها الكنسر منها الناس اللي ديروا لاشيميو ترابي اللي ديروا لغاديو ترابي و كان امراض وحتخينه كنت تتاتاري مقبلات عن النساء الحوامل كان بعض يعني الكمplication في الناس اللي يزيدو ويني لازم لهم دي بلكات ودفور ببكوت كان شفتانا بعض الحالات وين المراض تحتاج حتى الخمسين شكار دفور بلس دونك بس حالة نفيداك الوقت لنسيبوهم و تنهضر في اسمه وش جو ستولي بلي احنا ننسح قدم ان كنتيتي وان كاليتي فلمو ما وينحتاجوه وكان يجيو الناس في نهار بسك كاين موصيبة يجيو تلتلاف صح اوش ندير تلتلاف انا مدابي ديو مئة مليو وخمسين كوريو كامل العام فولا سا سيت امبورتان طيب نعود للموضوع رئيسي للتقرير لزميلة سابرينا بوعبلا حول مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خاصة كيف تفيد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المواقع لمشهورة واصحاب الناس يعني المشهورين في الترويج لندقات طلبات الدم هذا جو ما احضرت مع الصديقات التحكم على هذا انا اللي احضرت عليه خاتف كين بزاف نشوفوا فوق فيسبوك مريض في الماكن فلانيون منتشرت يعني بكثرة هذه انا اعطيت صفحات طرقات الحوادث اللي ولات منتشرة بكثرة في الفيسبوك صح يعني حاجة سهلة ركع عندك الدكتور توفيك اللي بورتاب ركع عندك دكتب السيارة يعني وتليفون في الليد المريض الفلاني ويحتاج الدم سبع يعني طريقة كيف مران نديرو دك ستلا بوبليسيتي ولا نجوني دا هل اعطت هذه الطرق نتائج من الموسى يعني جوكم الناس؟ يعني الدم حنا مدى بنا تقول حاجة مليحة يعني ما يقولوش المراكز تحقي الدم ممشي يديرو الخدمات تحهم على بارة نديرو نداءات لدها نديرو نديرو نداءات باش نتعاونوا باش كل جزائيون جزائرات يتجيوا المراكز تحقي الدم ماشي سببات يقول الناس ماش تخدم يعني ما كانش عيب يعني فيها عيب انكم تلجؤوا للمواقع التواصل الشميع رؤساء ورؤساء أحزاب ايضا في الانتخابات وحتى رؤساء الدول الكبرى يلجأون الى الفيسبوك بما انه يستقطب اكبر نسبة للشباب وكل العالم يعني يستعمل الفيسبوك ماذا احنا كل طريقة لتخلين يكون عندنا دم بالكمية لازم نروح لها مهما كان طرق بما انه يعني مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تصنع الرأي العام يعني تغير بلد بي كامل اكيد انكم يعني رح يفيدكم هاد الفيسبوك هو يفيدنا ديجا هو يفيدنا وراني نشوفوا عن اولادنا ونشوفوا كيفاش الانفوماسيون انستانتاني يعني كي تخرج ديجا راي كامل انا نشوف انا الاصدقاء يقولوا هم كتبوا في فيسبوك مخصوصي الابي نيغاتي باكزام انا نعرف باكزام باكزام لكين مريض مخصوصي الابي نيغاتي باكزام 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 طريقة كما كامل طرق ونحن معين ما ليش خاصة انه لما تستعمل الوسائل التكنولوجيا في امور مفيدة وإيجابية يعني نحن بهذه الفكرة طيب نسبة تبرع الدم في الجزائر في 2016 على ما اعتقد احتلت الجزائر المرتبة الاولى افريقيا وثالثة مغاربيا او الاكس هذه هي الاستاتيستيك للاجنس عام 2016 مقارنة بدول اخرى مغرب مصر مغرب هناك نسبة واحد في المئة فقط تبرع بالدم مقارنة ثانيا بالجزائر الحمد لله احنا عندنا مازالت عندنا الرحمة وما زالوا الناس يتوجهوا يتبرعوا بالدم في الجزائر اوه اوه ملاح الاستاتيستيك باش نعرف كيف شراننا يعني المسائل تحت مراكستحقين كين دي فلوتواصن يكون مضربوين كين شوية كتر شوية قل الابزوان يعني الاحتياجات تاع المستشفيات والاحتياجات تاع المرضى ننجموحنا نعرفو نتعرفو بها بهذه الاحصائيات كل واحد يعرف المستشفى اللي هو ضاير به يفو با بانسيك المركز تحقي ندم تعمل يمسوس يلتهاب المرضى تعمل يمسوس المركز تاعه باغني المركز تاع الجزائر الكل جزائري يخدموك كيف كيف عندك هذه الابوشة نبعتو الوسم طيب لما في ولاية في منطقة بعيدة يحتاجوا الدم يتصلوا بكم ينجوه ينجوه لكم مع بلدان نخدمو بزاف كان أصدقاء بزاف مع تيبازان نخدمو بزاف مع دويرة مع من بومردس وهم تانيك يعاولون الدم ليس مع الستروتور بريفة يعني الكلينيك بريفة لذلك لذلك نحاول تناسق مخصوصين في الفاسع البلاكت وعليش بص البلاكت عنده غير خمسيان هدو هدو ان شاء الله طيب لننفي أنه الكثير من الجزائريين يتخوفون من عملية التبرع بالدم لماذا هدو الفوبيا من التبرع بالدم من طرف الجزائريين؟ كانت بعض عشر سنوات عشر سنوات كانت مشاكل نقص الإمكانيات ربما لأنه يقولك أنه سيحكم به نفس الإبراء اللي يحكم فيها من قبل وينتقل المعارض كانت هذه المسارات جميع مدرنا المام اقوى لا ممكن هذه المسارات جميع كيفاش نقوله مدعقمين سون ستغيل مكاشم كانت تخوفوا شوية متشبكة صح؟ كي يشوفها تنزنطا تنزنطا دي هي شوية كبيرة وعند هي شوية كبيرة باش الدم للنحيوه تنحف عشر دقائق في طناش دقيقة كانت تكون صغيرة لازم ربما أكثر كانت وقت اللي نجمو ننحيو فيه مي واحد كي ديرها اخترار معده خلاص يسيس كسي تتامنه خاصة لما يعرف أنه هذا عمل إنساني وضروري راح شخص واحد راح يعاون وينقد حياة ثلاث أشخاص معدل ثلاث أشخاص حتى لربعة أشخاص جيد طيب كيف ننتزع هذه الأفكار الخاطئة من كل المواطنين اللي يتخوفوا من عملية تبرا بالدم أو الحاجة اللي راك يديري فيها درق لا لا نديرو فيها درق ولازم نعودوها كيما الناس جوز وتهدر على التليفون ولا تهدر على اللي ماتش ولا الببليسيتي لازم نديرو هذا الببليسيتي على التبرع بالدم ماذا بنا؟ يعطيكم صحة وكن الجوز قال روحوا يتبرعوا بالدم يفهم مقتلي حملات يعني؟ نحن متواصلة ماشي نهار وماشي يومين هذه متواصلة طول العام ونحن محتاجين طول العام خاصة كما قلت أنه شهر رمضان على الأبواب لازم الناس يتقدموا ويتبرعوا بالدم لفائدة كل المواطنين نحن نروحوا لهم بعد التراويح قبل التراويح مرض التراويح نحن رايحين لهم مهما كانت الحالة جيد طيب كلمة أخيرة بروفيسور محمد سلم الله يسجيب شكرا للقناة النهار شكرا لك أيضا نتعل حضر معنا أسباح النداء سهل اللي عنده بين 18 و 60 سنة ممكن جمي ما تبرع مرحبا بيه المركز تحقين دم يشوف لا شاف الشاحنات إن جميع رح يشوف ويعينه تنجم تقوله خاصة أن الشاحنات حقيقة لما نشوفوها يعني مجهزة بأحدث الإمكانيات تحتى النظافة والأطباء متواجدين هناك وكل شيء يعني متوفر يخليك مرتاح أنك يعني تتبرع حسنت بزاف الأمور كان الشاحنات يوجد شاحنات يوجد شاحنات بزاف الأماكن مشكلة في جزائي العاصمة نضع إلى وطنة في الجامعات أيضا في الجامعات بخلصة يوجد شاحنات يوجد شاحنات كيف تصبح مرتكب تعالى تقلوا علاقة ثقة متبادلة بينكم وبين المركز تحقين الدم وكيف تحتاج إلى الدم بالخلاص لا ربحنا وحد قتلات المؤمنة ولا وحدة رأينا ربحنا ثلاث وحدة أخرين نوعا رايحة لذلك لدينا حاجة مهمة لأننا محتاجينها شكرا جزيلا لك مركز الدم ومركز حقنا الدم بمستشفى بنيمسوس كنت معنا شكرا جزيلا لك